اقتصد في طاعتي وعبادتي فسيبلغ المكان وسيبلغ المحل سيبلغ النهائي أما من تشدد وبالغ وتعمق وسينقطع لا محال ما من أحد تشدد في دين الله إلا قطع وخذ هذا قاعدة والذي ينظر في واقع الناس يجد حتى في العلم العلم الآن الذي يتشدد في طلب العلم سبحان الله ينقطع لماذا؟ لأن العلم له منهجية له طريقة قال جل وعلا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون فالرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب في تيسير الأمور كما قال ابن عباس وقت هذا وجمع من أهل العلم منهجية ولذلك العلم من رامه جملة ذهب عنه جملة يعني بعض الناس الآن يريد أن يحوز العلم مرة واحدة هذا سيمل وينقطع ثم ينصرف سبحان الله العظيم أما من جاء العلم بالتدرج تتلمذ عن العلماء والمشايخ استفادت من طريقة العلماء بدأ بمنهجية واضحة يوفق سبحان الله ويصل يصل إلى المحل ويبلغ الغاية في العبادات مثل ماذا كان قبل قليل بعض الناس الآن تأتيها حالة صفائية ويشوف نفسها قادر والله أنه يقوم الليل كله يقوم ليلة يلثين بعدين انقطع لكن لو صلى ركعتين خير له من هذا الأنقطع أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل بعض الناس يقصون مثلا يقول الله أنا أبغى أصبح ثم ينقطع ولذلك سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا الغدوة أول النهار والروحة في آخر النهار والمقصود بأن الإنسان مثل المسافر مثل المسافر يمشي لما يسافر يقطع مسافة فإذا وجد قطع المسافة التي يحتملها تحتملها دوابه وأيضا يطيقها أما لو كلف نفسه وبقي مواصلا السفر كما في الحديث وأظن سيأتي معنا فإن المنبتة لا أرض قطع ولا ظهر أبغى والمقصود بأن الإنسان يستعين على الطاعات والعبادات بما يتيسر بما يتيسر له ترجمة نانسي قنقر